الحديث عن نسبة الإقليم من موازنة العام المقبل بعد الشغل الشاغل للقيادات السياسية فقد دعا اتلاف القانون الذي يتزعمه نور المالك رئيس الوزراء الأسبق إلى إلغاء موازنة إقليم كردستان العراق كونها الحل الوحيد لإنهاء الجدل بشأن تسليم نفط الإقليم للمركز يوجد لجان فنية بين الطرفين يناقشون في هذه الأيام حول موازنة 2020 حكومة أقليم كردستان قالها وصرح ناطق بإسم الحكومة بأن الحكومة أقليم سوف يستلم 250 ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية المشكلة من السياسين العراقيين خلي ينظرون إلى محافظاتهم قبل أن ينظرون إلى الأقليم كردستان خلي ينظرون ماذا قدموا بأربع ملايين برميل نفط الذي تصدر يوميا ماذا قدموا للشارع العراقي ماذا قدموا للشارع في المحافظات الوسط وجنوب العراقي ماذا يضيف لهم 250 ألف برميل إذا سلم من أقليم كردستان إلى بغداد خلي الشارع أو المواطن العراقي يسأل نفسه ماذا وراء هذه الضخوط فصول أزبة جديدة وعودة سيناريو الأعوام السابقة يعود من جديد حول تسليم العائدات المالية لنفط كردستان إلى شركة سومو وفقا لقانون الموازنة الاتحادية والذي يتضمن جزءا منه تسليم رواتب موظف الإقليم مقابل أن يسلم الإقليم 250 ألف برميل من إنتاجه النفطي أقليم كردستان مستعد أن تصدر نفطها من قبل شركة سومو مقابل الحكومة العراقية يدفع مستحقات الشركات كما يدفعون المستحقات الشركات التي يشاركونها في عملية إنتاج النفط في العراق وهناك نية جدية من قبل أربيل أن نتواصل على اتفاقات جادة بين أربيل وبغداد وليس لدى أقليم أي نية أن يخالف هذا الموضوع أن لا نتواصل مع بغداد هناك نية جدية أن يتواصل مع بغداد وتعد موازنة عام 2020 هي الأسوأ في تاريخ العراق والذي قدرت إيراداتها ب139 تريليون دينار وبعدز يتجاوز 70 تريليون دينار بحسب اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لقناة الفلوجة بشير الحسن أربيل